أقد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة اجتماع الاستعراض خطة ورؤية الوزارة كلا للمرحلة المقبلة وأكد نائب رئيس المجلس الوزراء أن الفترة القادمة ستشهد العمل على مدار الساعة للنهوض بالصناعة المصرية وقال الوزير أنه سيتم الاستفادته من مشروعات البنية الأساسية التي تم إنجزها لتطوير الصناعة في كافة المجالات وفقا لخطة شاملة ترتكز على ترشيد الواردات وتصنيع المحلية بجودة عالية مشيرا إلى العمل على تشجيع الصادرات والاستفادة مما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة كبيرة بما يسهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصرية اشتركوا في القناة